ليعرف كل آدمي وكل إنسي على وجه الأرض مسلم يعتقد أن الله واحد أحد وفرض صمد أن ربه جل وعلا أعطاه عقلا أن ربه جل وعلا خلقه على فطرة فبالعقل وبالفطرة أقسم بالله نستطيع أن نطع على الشهوة وعلى النفس وعلى السحر وعلى الشيطان وعلى الجن ولكن قد تجد من من يعبد ربه أناء الليل وأطراف النهار قائما وساجدا مسبحا ذاكرا عابدا ولكن والله لنا طامات طامات أمراض القلوب أمراض النفوس لنا أمراض 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 النفوس وأمراض القلوب مفهوم ولهذا فلنطهر قلوب القلوب طهروا قلوبكم وأرواحكم فلنطهر قلوبنا وأرواحنا حتى تقوى هذه الأرواح والقلوب على أن تطع على الشهوة والشيطان والسحر والجن والسعر أما إذا كانت الأنفس إذا كانت القلوب والأرواح متسخة فلن تطأل على نفس ولا على شيطان ولا على سحر ولا على شهوة ولهذا أرصيكم وأرصي نفسي بتقوى الله وتقوى الله تبدأ بتنظيف الروح والقلب نظف قلبك وروحك من السم والحسد والغل والضغين والنميمة وحديث النفس الذي كله تشيط وتمرد وظلم وحقد وحسد وغضر نظف قلوبكم واصدقوا الله يصدقكم تقوى الله يكون الله معكم مفهوم وقبل أن توجهوا أصابع اللوم للشيطان فلتعلموا أن هذا اختبار فلتعلموا أن هذا اختبار والله عزاج اليتق في عباده خلقنا واستخلفنا في الأرض مفهوم والله عزوج لا يظلم أحدا بصرنا بالحق لما عاص آدم وربه الشيطان تبعه حتى في الجنة تبعه ماضح فكيف أنت لم تتبعك مع ولادك مع عمرتك وفي رزقك وفي مالك ولهذا اتقوا الله مستطعتم أستعدوا وأعدوا العدة وحاولوا مستطعتم بقدر ما قدركم الله عز وجل أن تكون من الذين قال فيهم الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين والإخلاص يا أحبتي والنصارى إلى 72 فرقة وستتفرق أمة إلى 73 فرقة كلها في النار حسبوا افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وكلها في النار وستتفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي التي قال فيها الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين إلا واحدة كيف هي تلك الواحدة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه الآن وأصحابي تدبروا المعنى والمغزى ما أنا عليه الآن وأصحابي أتعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يقوم الليلة حتى تتشقق أقدامه أتعرفون من هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي فضله الله جل وعلا بين الموت والالتحاق بالرفيق الأعلى والحياة ونادى وصح قال بل الرفيق الأعلى أتعرفون من هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقسم بالله العلي العظيم لم نصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحمه ربي هناك عبادهم في الأرض لا يعلمهم إلا الله أخفاهم الله أولياء لله تعلموا من أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم اقتفوا خطى النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا لن نستطيع أن نصل إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لن نستطيع ولكن لنسعى أن نكون ولو القليل كيفما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعت رقابهم وسلت دماؤهم جوع وعطش جهاد نفس بالليل وحرب بالنهار وقيام بالليل مع رب عظيم كريم قل لي أنا كان سعب باش نعبد ربي أنا كان سعب باش نصوم ونصلي أنا كان سعب باش ندير الأذكر دير الصباح والمساء والله وبالله لو بحثنا في جوف صدورنا لو وجدنا أنفسنا نعبد الله لكي يعطينا والله لو بحثنا في جوف صدورنا وقلوبنا لو وجدنا أننا لا نعبد الله لأن الله يستحق العبادة والله قد لا أجزم أن الكل إلا من رحمة ربي يعبدوا الله لأن الله يستحق العبادة نحن يلزمنا أن نعبدوا الله تقربا منه مش بش يعطينا مش بش يغنينا مش بش يخرج بنا الجنة ويبطل مننا السحر مش بش نتزوج مش بش نخدم النجح في البكالوريا الصحابة رضوان الله عليهم جهادهم بالنهار دماء وسيوف مش بالرصاص وبالليل قيام ليل أين هو النوم لم يعطوا حتى لأجزادهم حقا وش كانوا يستنام كانوا يستناموا كليماتيزور كانوا يستناموا يربحوا الطنبولة كانوا يستناموا تعطيهم الشركة من تعطيد مش غنالافي كانوا يستناموا خرج منهم جنة وش كانوا يستناموا كانوا يمتظرون لقاء ربهم جل وعلا والنظر إلى وجه الكريم وأن يرضى عنهم ما كانوا شي طمع نحتف جنة كانوا يعبدون الله فقط لأن الله يستحق العبادة يعبدون الله حبا في الله شوقا في لقاء الله ولهذا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله أنا ما كان قلشي واحد عبد ربك صلي وصوى مقرأ نظفوا قلوبكم وأرواحكم أولا نظفوا قلوبكم وأرواحكم أولا ستترجع لنا البركة والنصر والعزة نظفوا قلوبكم وأرواحكم ستتنزل بركة القرآن التي افتقدناها اقسم بالله إلا افتقدنا والله يوى بالله إلا افتقدنا اقسم بالله افتقدنا بركة القرآن والله السبب الذي اخرج الملاحظة تعرفوا السبب السبب هو كل ملحظة غد تجيبه غد يقرأ يقول لك مسك وضع عيده على مكان الآلم وقرأ الفاتحة فشوفي من لذغة عقرب احنا نجيب لي قرصتنا موسى تقرأ له بالليل وبالنهار أتقدك الحمور يحدث تشيري وحدها لماذا والله لإننا بعيدون كل البعد عن الله عز وجل والله لإن الأجساد الأجسام تسجد والأرواح والعقول والقلوب لا تسجدوا معها والله إننا في غفلة أصبحت الصلاة كل حركات الرياضية وانت تبحث عن الشفاء تقرأ القرآن تردد ببغاوي حتى كتصلي تردد الفاتحة تردد ببغاوي بحل ببغا لما اللي علمت له إله الله دي بقى يقول لا يقول أقدر يموت عليها ولا يفهموا معناها ولهذا ما أحوجنا إلى أن نطهر قلوبنا كل واحد يبحث عن الشفاء وعن الدواء وعن العلاج ورمكين تاندوا أحد اعلموها علم اليقين ودوك اللي صالوا وجالوا وطافوا وتشقت الأقدام ديالهم من راق إلى راقي مش تشقت الأقدام ديالهم تضروا على رب الأرض والسماوات ما زال ما كشي واحد من 12-13 جنو وقايم الليل ينتظر استجابة الله عز وجل ورحمة الله ورحمة الله يصل الجزكعة عسمي قدش هاو الله لو كل واحد هنا تدبر حاله والله لو كل واحد هنا من وجبت نظر إلى حاله اقسم بالله سنجد أنفسنا بعيدين عن الله عز وجل كل البعد اقسم بالله نحن بعيدين عن ربنا كل البعد اقسم بالله هذه النعم التي نحن فيها رحمة فقط من الله والله لو عذبنا الله بمجرد نوايانا والله لو عذبنا يكون يعدبنا الله عز وجل بمجرد النظرات ديالنا ولا النواية ديالنا ولا حديث النفس ديالنا والله ما ترك عليها أحدا لن يبقى على الأرض أحد وقسم بالله لا يبقى توحد على الأرض الحمد لله أن الله صادق وأعطانا وعد أن هناك بدأة ونهاية ويوم تقوم القيام الرماضية خلق التوحد فينا اعلموا علم اليقين أن الله عز وجل الذي أنزل هذا الكتاب اشتاد القرآن هذا دستوره للحياة عندك مشكلة مع الزوج ديالك الحل هنا عندك الفقر والفاقة الحل هنا ما تزوجتيش الحل هنا ما نجحتش في الدراسة الحل هنا مريضة مشلولة معوقة الحل هنا عمية الحل هنا أقسم بالله شو هذا الكتاب لو تدبرناه ما يبقى التطبيب نفساني على الأرض شو هذا الكتاب أقسم بالله لو تدبرناه أقسم بالله لو تدبرناه ما يحتجوش الميكرا والبعث شو لو تدبرنا هذا الكتاب ما غير نحتجو التالواحد مجرد نفهم هذا الكتاب هاجرنا القرآن تدبرا وفهما وقراءة أتحدا إلا من رحمه ربي اللي لقوا في البيت دياله مصحف وكي تشدو ما يبقىش لطراس وتبلغ برا والله الذي لا إله غيره فإحنا محتاجين محتاجين والله إلا محتاجين الإخوة والأخوات إحنا محتاجين أن ننظف قلوبنا وأرواحنا أسأل الله العظيم ورب العشر العظيم أن يردنا إلى دينك ردا جميل اللهم ردنا إلى دينك ردا جميل اللهم نقص صدورنا وقلوبنا وأرواحنا من السم والغل والحسد اللهم نظف قلوبنا من السم والغل والحسد اللهم لا تعلق قلوبنا بالدنيا بالسيارات والبيوت والطعام واللباس اللهم علق بك ولا تعلق بغيرك